أكد وزير النفط العراقي جبار اللعابي استمرار المباحثات مع أربيل وأنقرة لإعادة تصدير النفط من حقول كاركوك عبر ميناء جهان التركي وإشار إلى أن قرار إعادة تصدير يعتمد على نتائج المباحثات كما أن الطاقة التصديرية ستحدد وقتها وبينا اللعابي أن الإنتاج الحالي من حقول كاركوك يصل إلى 220 ألف برميل يوميا ويحول الإنتاج بالكامل إلى المصافي المحلية ترجمة نانسي قنقر